السلام عليكم! أهلاً كامل حبيبتي. هاني جيت لكبدع! هو العمر. اه.. توحجتكم. جيت نظروا على كده عليكم! نظنوا توحشتوني راكم تقارعوا في روتيناتي وفي وصواتيكي. ما راكم تقولولي. وانا اذاني توحشتكم ونقول لكم انموت عليكم رايحة نعطيكم اليوم روتيني. اه تقاسمتها معاكم. هذا كان امس و اليوم راني نسجل فيه يعني ونهضر فوقه. راني اقدرت بعضاً شوية تحضيراً لاني رايحة عند عجوزتي. سوف نظر عليها بسكو ملي جيت راني في مدة اربعة ايام ولا ثلاثة ايام ولا اربعة ايام ما هبتش عنها كما راكم تعرفون المرضى و راح نعطي من الجو كفشار اذا شوفت الجو كيف كانت امطار غزيرة و كانت تبرلو هناك ما راكم تشوفوا في الحوش و رايح نبدأ معكم اللهم صيب النافعا ان شاء الله يربي بعد علينا هذا البلو و هذا المرض ان شاء الله هذا الشتالي سوف تضيعي نقاع هذا المرض و هذا الفيروس امين الفيروس اللي راه امين يا رب العالمين نبدأ معكم بسم الله رايح نعطيكم صابلين راح عند عجوزتي و اضيتها معايا و اضيتها شوية خفز تعكوشة هذا الصابلي تعبكري يعني باش نكونوا متفاهمة او اخوتيتي تعزمان غير بالزيت هنا ماريا قلت لي اعطاني ماما ندير معاك تضيت لها راها تدير الوصفة راها في القناة و هذا هنا رأيته هذا بالقرفة يعني صابلي بالزيت بالنكهة على القرفة الى ما بغى تشده القرفة ولا القرفة كل واحد كيف يقولها تنحيها وتعمل اسينه و تعمل اي لماذا بالنكهة على القرفة نكهة زمان يعني تفكركم بايم الصغر هذا الرصاشي يدير 2 ميل 12000 بحل الزوجة 18000 من قليت شوكيت يعني اختنموا هاد الفرصة وراهم يزيدوا في السلع حسبونا الله ونعملوا هكذا المهم هنا شوفوا الحبيبة على القرفارة رهي في العجينة تعطينا الشكل تحاروعة والبنة ما نحكي لكمش صدقوني رهيبة تجي فيها شوية كما بنت الغريبية كما البنت على الغريبية تعزماني ولكن التقليدية ليست هذه اللي رمي يدرون لها الخمارة لا تقليدية غي سكر روزيت وفارينة المهم ها هو الصابلي تاعي وجد وتشوفوا يجي فيه واحد القرماشة ما نحكيش لخواتيتي ولكن للامانة اللي رهي في القناة وزدت عليه غير حبابيض يعني اللي رهي في القناة درت فيه حبابيض وصفار بيضة وكملت كامل المراحل اللي رهي في القناة نضعها لكم في صندوق الوصف بغيتو نعاود لكم هذا الوصف اللي ازيت لها حبابيض مكاش مشكل لان اولادي يموتوا عليه شوفوا كين قسمه شوفوا القرماشة وشوفوا كيف الجم في هذو كل توقو من داخل باب الجم شوفوا ما نحكيش والله اخواتي ميت شبع كانوا قريبا احتعت عجوزتي وكانوا رحين يقضوا عليه هنا درت غير حبيبة كما راكم في الطبسي راني ريحت شوية قهوة هنا راهي جوية الحداعش قهوة قهوة سوف نقوم بطورة هنا الكوكوة طيبت فيها امس اللوبيا غير مرة وكانت غير بغيت نتقاسم مع اخواتي المرة اللي فاتت شافت ما عندي كوكوت الكوكوت يوعي في الزاير مي ما جبتش معايا قلت ما نضرش الدية جابة يعني نشري واحدة هنا ونخليها لكن هذو كنسحقهم بوكو بلوس في الزاير نطيب فيهم يجوذي كما نصور لكم ثاني المرة اللي فاتت لقيتها شاريتها ودستتها عندها يعني دارتها اللي قلت لي مظلشت يعني رم عندك كدراري وكلش شرعتها اللي معاونة وقلت لي طيبي فيها سوف ندير فيها الفطور يكتر خيرها وان شاء الله ربي يحفظها ويعطيها صحتها ان شاء الله يا ربي امين هنا يا رايح ندير اللي صالي هنا من بعد ما راني درت ندير العجينة نخدمها تريح نديرها تخمر عفوا تطلع ومن بعد نجوز للفطور نطيب الفطور نعود نرجع لها راني دارة العدس ودارة معها اللي صالي العجينة راهي في القانة راني دارتها بالبيترا حتى نكونوا متفاهمين الحمد لله بصح كاين بزاف اخوات قالوا لي حانان نحن نعود لنا الوصفة عن طريق اليد كاين بزاف اللي ما عندهمش اللي بيترا ما عندهمش العجينة ما عندهمش الروبو كما يقول لك دي بلاس يجرب يجرب شوية كاين بزاف ناس مساكين نجرب وثاني كما هكذا نحسوا شوية بمساكين ما عندهمش حانان على طبيعتها حانان بسيطة يعني كما يقول لك عادية كل البساطة معاكم وعادية كأي أخت وكأي أم في البيت التاحة يعني وين تحطوني؟ نداوي يعني بغى في الريف بغى عندي بغى ما عنديش نسلك راسي الحمد لله هنا يا راني ندير في العدس ولكن دخلت في هذا التوابل شوية حارة راكم تشوفوا فيها التوابل الدجاج ولكن صدقوني طاته بنا رهيبة هذا العدس اقتصادي يعني لا الحمد لا جاج غير بالخوضة والوصفة في القناة كما كنت في البيت التاعنا ودار هذه المفاجأة راه في القناة اللي بغى الوصفة وضعت في القناة بركة نايا هنا يضفت على هذا التوابل على الدجاج أنا صدقوني يعني كنت جاريح نطبخ طبخة نتابل كنت شميه هنا عرفت بل يجي في العدس يعني ما مندي راهي يجي بنين وصدقوني جام ما شاء الله والله اخوتتي ميت شبه قلت لكم الوصفة في القناة الموهم العدس في القناة وكما خدمت خوتيتي هنا أنا صالة راهكم تشوفوا هنا حاولت ندخل العجينة يعني صحية تشوفتها بزيت زيتون كما شفتوني ودخلت فيها التوابل هنا راهكم تشوفوا من الفوق ذات زريعة البسباس قطنية 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 ذوب ذوابان جربوه ونعودها لكم عن طريق اليد انشاء الله انشاء الله وهنا كما راكم تشوفوا اخوتتي والله العظيم شوفوا ما بلا ما نحكي لكم تعرفوا حانا بكل مزاقية ودجاركم جربتوا العدس تاعي بزفة او دعيتولي هنا نضغط لخياتي عن طريق اليد هنا كما راكم تشوفوا توابل زريعة البسباس والسانوش وحبت حلاوة قطنية فوق السلاطة فوق السلاطة والبنة تحت لا نحكي لكم ما رايحين يعني يكتشفوا هذا الذوق مجرد ما تحطوا المراتة في فمكم لا يوجد ذوق غارب يجي بنين حبة حلاوة وعطت للسلاطة ذوق راهيب شوفوا كيف سجون معجنة والله تحفى اخف من القطن انا دردي باقات صغار طنطنة و جبن هنا الزوجة قال لي ان تتعراب راح الحبام و راح تصور تقبل وتوابل وتوابل من فوق اعطتهم تقبل شومر و زريعة البسباس وتحاولوا تدخله حارة و خلوة خطة السينوج و حبة حلاوة زريعة البسباس و الكروية و زريعة الكتن و دخلوها في المعجنة السمسم اللي هو الججلان شوفوا هذه كيجات مورقة و هي عجينة قطنية هذا و اضعتهم لذيك و اضعتهم غير الجبن و انا نموت عليهم غير الجبن و انا نموت عليهم غير الجبن و انا نستطيع اضع الجبن المزيد و مازال الخير جاي و نبغيكم و نموت عليكم و مع السلامة في امان الله باي باي بيزو للجميع و مرحبه كامل اللي دخلتوا عندي جديد في امان الله